أشهد رئيس السوداني عمر البشير بما حققته مملكة البحرين من تقدم في مختلف المجالات ولكونها مركزاً اقتصادياً مهماً منذ القدم خصوصاً في مجالات الصيرفة معرباً عن أمله في تطوير التعاون مع المؤسسات المالية في مملكة البحرين وأشار البشير إلى ما تتميز به السودان من إمكانيات كثيرة من حيث موقعها الجغرافي المتميز لكونها تقع على واحد من أهم الممرات المائية في العالم إلى جانب أنها تعتبر من الأسواق الضخمة في شرق القارة الإفريقية وتمتلك موارد طبيعية تتمثل في المياه والمناخ المتعدد والعنصر البشري المؤهل والمدرب جاء ذلك خلال زيارة الرئيس البشير والوفد المرافق إلى مجلس التنمية الاقتصادية مساء أمس للاطلاع على التجربة البحرينية الرائدة في مجال الترويج الاقتصادي للمملكة حيث قدم رئيس تنفيذي للمجلس خالد رميحي شرحاً مفصلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين وعن أعمال المجلس وكان في استقبال الرئيس السوداني لدى وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة ومستشار صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى للشؤون الاقتصادية سعادة الدكتور حسن فخرو ووزير المالية معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة ووزير الخارجية معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرمحي وقدم الرمحي شرحاً مفصلاً عن المميزات الاستثمارية التي تتمتع بها البحرين والمشاريع المستقبلية التي من المؤمن إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة وهي ما تشكل عنصر جذب للمستثمرين واستعرض الرمحي أهم مميزات الاستثماري في البحرين والتي يأتي على رأسها الموقع الاستراتيجي وسط دول الخليج العربية لتكون بوابة أساسية للاقتصاد في الخليج إلى جانب الحرية الكبيرة في الاقتصاد من خلال القوانين والتشريعات الوطنية ووجود عمالة وطنية مؤهلة في مختلف القطعات إلى جانب قيام الحكومة بإعداد البرامج التدريبية للموظفين وتأهيلهم ليكونوا الخيار الأول للمؤسسات الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر